عسليما ومرحبا بكم الناس وكل اليوم ان شاء الله باش نعملوا بعضنا وصفة ديما نعملوها في الحلوة العيد التونسي اللي هي البشكوتو التونسي البنين اللي يجيكم يتجرمش باش نعطيكم اليوم غساة ناشحة الف بالمية يجيكم بشكوتو كيما تراو فيه اكد تجرمشها بيكا واليوم اخترت نعملو معاكم بالبوفريوة اللي هي نوازيت دونك باش يجيكم فيوح على الاخر وتبركر له كيما تراو يعمل 66 كيف بتبيع هكا معا قيوة كابوتشينو ولا قيوة عربي وخاصة لنا كيدغطوا كعبة البشكوتو في وسط القهوة راهي بالحق بنا اخرى دونك بتشوفوا معايا لوصنتا اليوم وتتبعوا اللي دي تايكل متنسيوش تابعوني الاخر الفيديو باش كيكا تشوفوا تفاصيل كل ونعطيكم لزاسوسو كل باش اكيكا تجيكم وصفة ناشحة من اول مرة ويجيكم بشكوتو ان شاء الله يعمل الكيف دونك نمشون مع بعضنا طبيقة الاول حاجة باش نحضروا اللي عجينا متاعنا باش نخليهم باع ترتاح كي تنصيف ساعة دونك بالنسبة للمكاونات باش نسحقوا كيلو فاينا اليوم باش نعملوا زيس كيلو باش كوتوة نسحقوا عليهم كيلو فاينا 400 جرام سكر يكون سكر حبيبيت انا كيما قلت لكم باش نعملهم بالبوفريوة دونك اخترت نعمل 20 جرام حمرتها البوفريوة ورحيتها بالطريقة هاذية وبيش نسحقوا عليهم هنا 400 جرام من زيت النباتي هنا يكون مكونات مضبوطة على الأخر معاهم 100 جرام من الحليب يكون الحليب بارد بالنسبة للسكر فانية عندي 30 جرام اللي هما يجيبنا 4 ساشيات زو ساشيات خميرة قاتول اللي هما يجيبنا 20 جرام وأربع كعبات عظم يكونوا بدلاشة حارة الغرفة هاذا بالنسبة للمكونات نمشيو طبيقة لطريقة التحذير اللي هي زيدة سهلة باشا انا باش ناخدو صحفة تكون واسعة باش نحطوا فيها البائضات منتعنا اللي هما العظمات منتعنا باش نكمل نزيد عليهم كمية السكر لكلها وباش نكمل من بعد نزيد عليهم السكر فانية انا طبيقة هذو من كل باش نخدمهم بالباتوري اللي كتخيك اللي يضعف الحجم تاحهم راهو اتابة مهمة على الأخر باش نبعد الباشكوتو يجيكم مهشوشة على الأخر انا علش نركضو فيه بالباتوري اللي كتخيك باش كيكا نضوبو اك السكر كل في العظم ما يلزمش السكر يقعد هكا حبيتك سكر في العظم راهو هذيكا بعد يبسنا باش نباش الباشكوتو دونك هكا كان معانتكو باش مضرب كهروبي اخد موه بيديكم لين السكر يضوب على الأخر في العظم من بعد نزيدو في الزيت متعنا بشوية بشوية او كنزيد ونركض في فيتيس يكون مويا وإلا يكون الفتيس ناقص شوية متع الباتور ونبدأو نركضو فيه لين نزيدو الكمية لكلها مبعضها من بعد باش نتعدى طبيقاء للحليب كيف كيف باش نزيد الكمية لكلها مبعضها متع الحليب ونبدأو نركض فيهم لين ذاكي كلو جانس مبعضو ونتحصل على خاليط يكون كلو متجانس وكسكر كلو يكون ذيب على الأخره تماما في وسط السوائل متعنا الكل هذا هو القويم اللي حاجتنا بيه وكي تزو طبيقاء كيمها هكا بمغرفة وإلا بسباتول تلقاو اللي السكر متعكم ذيب تماما سيبون وقتا نجمو نتعديو باش نزيدو البوفريوة متعنا كيمها قلت لكم أنا البوفريوة حمرتها شوية في الفور ومن بعد رحيتها بتبيع نحيط لها القشرة الماكسيمام من بعد رحيتها نحاول نرحيها من خليوش يصرخشينا ويمطعم ريش اللدوها هكا عجينة نخليوها كيمها تراو فينا في الفيديو إن شاء الله يكون الفيديو واضحة لكم انتوما بتبيع اللي ما عندوش بوفريوة ينجم يستغنى عليها يعوضها بالبس بيس للمرحي ينجم يعوضها باللوز باللي تقدر انتوما هو هنا باش نفوحوا البشكوتو أما رحو بالبوفريوة فيه بنا أخرى وراهو فيه بنا سبيسيال أو كحاولت نعطيكم كمية صغيرة مش كمية كبيرة ميتين جرام تراكلا على زوز كيلو باشكوتو ما شاء الله تسمى حاجة معقولة دوك بعد ما دخلت البوفريوة في السوائل المتاعي كل توبش نزيد نوشف اللي هما الخميرة متاع القاتو ماذا بيكم ما تكاثروش من الخميرة القاتو أنا حاتيت زوزها شيئت كل ساشي فيه عشرة جرامات أنا بتبيع كل شي باش نغربلوه من بعد ما غربلت الخميرة اللي قاتو توبش نزيد في الفرينة بشوية بشوية أنا لاني الوصفة هذية مستنسى بيها توسنين يعني أنا عارفتها لي قادة بش تكلفني يعني فرينة أما مسيريش حبيت نوليكم انتو ما باش انتو ما تتبعوني في الفيديو ما تقولوش ما تقعدوش نزيدو الكمية كلها متاع فرينة ومبعد يكم يبسة مثلا هاو كي زيدو بشوية 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 أنا عملت زيت شتر الكمية لكلها غربلتها من بعد بشوية 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 بشو اربلو الفين متاعنا بشيكي يدخل فيها اللي هوي ومن بعد يجينا لباشكوتو اهشوش اكثر اكثر دونك هني كيما تراو راه عملية سهلة برشا ما تتكلفش منكم برشا وقت وخاصة كيما تراو بمغار فا بركة تجدو الباشكوتو متاعكم ما تستحقوش انكم يعني تتعبو فيه من بعد ما زلت الكمية كلها الكيلو كامل هيبي هي النتيجة اللي تحصلنا عليها كيما تراو يكون البات تتلصق شوية طبع باش نخليها ترتاح نصف ساعة كاملة ومبعد عادي نقدم الباشكوتو متاعنا وطبع يكام بعد ما رتحت العجينة متاعنا ادهنتي دايق بشوية زيت زيتونة والازيت نباتي اللي عندكم وباش نبدأ نهز في العجينة متاعي ونحطها في الرحام متاعي هذي الماكينة انتعل الباشكوتو بلقمع متاع الباشكوتو وباش نبدأ هكا ننزل دوب ما يخرج شوية باشكوتو نهزوها كيما ونحطوها على جنب بشوية زيت لخاطر ساعات العجينة تتلصق باش كيما من بعد دينا كل الكعبة باشكوتو مرتوبة اهوك باش منتلصقش العجينة في ديكم ادهنوها بشوية زيت دونك هنه باش ننزل نهزو كيكا ونحطوه في طباق متاعنا باتباها الطباق يكون فيه بابي كويسان باش من بعد ما يلسق ليش كيتيب الباشكوتو وكيكا نتفاديو اي حاجة يعني وراه ما يلسقش اما نتفاديو احنا باش ننزل متأكدين دونك كيما تراو الطول متاع كعبة الباشكوتو انا عملتو حكاية ثمانية سنتيمتر باتباها من بعد انتوما تعملو كيما تحبونتوما وراهو تنجمو تلاسقو كيما انا عملتا كييا راهو ما يلسقش من بعد خاطر ما حاتينيش باش خميرات باركالا على كيلو حاتينة عاشين جرام دونك حكاية فارغة وهيض هما نتيجة ما شاء الله يتحصلنا عليها كيما يتوت باركالا كعبة تعملو الكيف من بعد ناخدو سكينة والاحرافة ذوكو من حاملو هكا نرتبوهم كيما جيوش مرتوبية بتبيعها من بعد راهوية باش تتنفخها شوية بالخميرة الكلو معاتش تيظهر هذيكا وكيما ليتوت باركالا البلاتو هذي يحضر الفور متاعي قاعد يصل على 180 درجة يشعر من فوق ومن لوتا باش نهز البلاتو متاعي نحطو في وسط الفور في الوسط مش من فوق بالكل ومش من لوتا بالكل ونرجع من بعد نكمل الكعبة متاع الباشكوتو متاعي كل هنا نصيحة مني على قدم البات متاعكم ترتاح متاع الباشكوتو على قدم من بعد طبعكم وتساعدكم في الخدمة انا مثل باريزون مش كيما تخدم البلاتو اللول كيما تخدم بلاتو الثاني كيما تخدم بلاتو ثالث على قدمة تخدم البلاتو يعني قدمة تترتاح العجينة على قدمة اللي معاش تتلصق والفرينة تشربك السوائل وتساعدكم في الخدمة هيدا البلاتو اللوليني حضر كيما تراوت برك الله شوفو كيفيش ما تنفقش ياسر الكعبة قاعدة مستوية مرتوبة وشوفو كالكعبات متاع البفريوة كيف شروا فيهم في وسط كعبة الباشكوتو ومشاء الله بالحق الريحة ما نحكي لكم شعر الريحة اللي فيحة في الدار وهكا دوب ما تقسموها هكا تتقسم معاكم وتجيكم فيها اكد جرميشة لبنينة فيها البلنة متاع البفريوة ولا غيرجوه متاع البفريوة وهكا اكد باشكوتو اللي يتجرمش اللي نحبوه احنا دونك هني بالنسبة للتعطيبنتيها وخليوها يحمر شوية باش هكي كي يجيكم يتجرمش كينتخارجوه لونو اصفر راو ما يجيكم ش يتجرمش البنة بتاع الباشكوتو انو يكون هكا في هكا تجرميشة هكا نحطوه في بلاتو ما نخبيهو اشتوه الا ما يبرد تماما ونتعدي ونحضرو البلاتو ثاني وهنا حابيت نواريكم كعبة عن قرب شوفوا راه ما تكونوش يصرخشينا على خاطر فيها الخميرة من بعد بسدي تتنفش دونك حاولو اعملوها جميدة ان حكاية كي 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 زو سنتيمتر راهو العرض متاع كل الكعبة باشكوتو هيدا تبقي الثالث كيف كيف حذر انها الزو يتيب في الفور وهيذي هي النتيجة اللي تحصلنا عليها كي ما تراو تبرك الله شوفوا الالوين اللي فيهم ما شاء الله الريحة فيحة في الدار كعبة ايام رسيت وستين كيف رسيت ناشحة الف الف بالمية تعرفوني ما نجيب لكم رسيت كي ما تكون ناشحة الف بالمية وهذه دجا سبق وعملتها معاكم في القناة وحابيت نعودها معاكم بديتاي وبكمية ما اكبر وتكلوها هكا مع اقهيوة كي ما نعرف اينا كابوتشينو من بعد شق الفطر نهار العيد في الصباح ولا هكا في فطور الصباح ولا قوتة صغيرات راهي ابنينة ابنينة عالخ كي ما ديتو حاولت نعطيكم التفاصيل كل باش كيك تفهموني وحاولت نبسطها لماكسما من الغسيت باش كيك تكون واضحة للنسو كل ومن غير ما نطاول عليكم ومكعتيتكم الليزم في الليزم لزاسيوسو كل وان شاء الله ربي عيدكم مبروك سنين دايما ان شاء الله ربي يحيكم لمثالو وان شاء الله تكلو بالصحة وبرراحة وان شاء الله ما زالوا بعضنا باش نعملو وصفيت اخرين ان شاء الله بقية العيد تابعوني وما تنسيوش تشتركو في القناة اذي كان اول مرة تفرجتو فيا تخلوني لايك اذي كان بتبعها عجبتكم فيديو وكمنتير نقل لهم الكل ومقاعد اللي كان باش نقول لكم ان شاء نتقابلو تخي بيانتو في وصفة قادمة بسليما اشتركوا في القناة